في هذه الحلقة نعتقد أننا نتقدم لندخل إلى حقل ألغام إلى عش ضبابير سنبدأ من فترة السبعينات عندما قرر الرئيس المصري محمد أنور السادات إطلاق صراح كل المعتقلين والمحتجزين منذ 65 في السجون المصري ووقع معهم اتفاق على ألا يعود الإخوان المسلمين مرة أخرى إلى ممارسة العنف والإرهاب في مصر والإخوان المسلمين التزموا شكليا بهذا الاتفاق نتيجة عاملين العامل الأول الذي أشرنا إليه في الحلقة الماضية أنه أصبح للإخوان تنظيم دولي هذا التنظيم موزع في أكتر من 60 بلد في العالم وهذه الفروع المنتشرة على مستوى العالم كلها تعمل تحت ما ظلت المخابرات الدولية لإما آي سيكس في بريطانيا والسي آي اي في الولايات المتحدة الأمريكية وهذه المخابرات الدولية اشترتت على التنظيم الدولي وفروعه وخاصة فرع الرئيس في مصر ألا يعودوا مطلقا إلى الإرهاب والعنف المباشر لأنهم وقتها لا يمكن أن يدافعوا عنهم ولذلك التزم الإخوان المسلمين بعدم تنفيذ عمليات عنف وإرهاب مباشرة كما أنهم تعهدوا للرئيس السادات بأن إذا عادوا فقال لا يلجأوا مرة أخرى إلى التنظيم السري وإلى العمليات الاغتيالات وعمليات العنف والإرهاب لكن ماذا حصل أشرنا في حلقات سابقة أن الإخوان في السبعينات كانت هناك مجموعات صغيرة من الشباب جاء صالح سرية وهو شخصية محورية وهمة جدا من العراق وهو فلسطيني جاء إلى القاهرة والتقى بمجموعات شبابية هذه المجموعات الشبابية تعلمت أفكارها أو حصلت على أفكارها وانتمت فكريا إلى أفكار حسن البنة وسيد قد وصالح سرية كان يحفز دائما وهو في العراق القيام بعمليات انقلابية إرهابية عنيفة صالح سرية أقنع المجموعة من الشباب بأن ينفزوا مثل هذه العمليات في مصر وتعرف عن طريق أؤلاء الشباب على زينب الغزالي التي أخذتهم إلى المرشد العام وعرضوا على المرشد العام خطتهم للقيام بعملية كبيرة في مصر هذه العملية الكبيرة كانت تستهدف عرفت لاحقا باسم عملية الفنية العسكرية وبالفعل قاموا بتنفيذ هذه العملية كل ما نقوله الآن ليس من عندنا وليس ادعاء على الإخوان المسلمين هناك شخص شاب وقتها شارك في هذه العملية اسمه طلال الأنصاري وطلال الأنصاري ده كتب يعني وثيقة اعترف فيها بكل ما سنقوله الآن في هذه الوثيقة وهي مودعة في مكتبة الإسكندرية ثم أنه اعترف للأستاذ مختار نوح ومختار نوح كان قياديا بارزا في الإخوان المسلمين قبل أن يتركها ونشر شهاد الطلال الأنصاري له في إحدى الجرائد اليومية المصرية ويمكن لحضراتكم أن تعودوا لتتثبتوا وتتأكدوا مما نقوله طلال الأنصاري قال ذهبنا مع صالح سرية وآخرين مع زينب الغزالي إلى المرشد العام وبعد البيعة صارحنا المرشد العام بالخطة وهي خطة الهجوم على الفنية العسكرية اللي الاستلاء عليها وعلى السلاح ومن ثم إعلان هناك يعني أن الحكومة لم تعد قائمة وأن السادات لم يعد قائمة إلى آخر قال المرشد العام وهذه شهادة طلال الأنصاري وهي موجودة ومثبتة إذا نجحتم فنحن سنتبنى العملية نحن نستطيع أن نحكم أنتم مجموعة من الشباب ليس لديكم كوادر ولا أموال ولا قاعدة شعبية نحن سنحكم إذا فشلتم فلا علاقة لنا بكم ولا تشيروا إلى أنكم التقيتوا المرشد العام أو أخذتم الموافق على هذه العملية هذه العملية الفنية العسكرية دشنت عصرا جديدا من الإرهاب بالوكال نتيجة التزام الإخوان المسلمين كما أشارنا أمام المخابرات الدولية وأمام الرئيس السادات أنهم لن يلجأوا إلى العنف مرة أخرى تم تنفيذ العملية الفنية العسكرية وفشلت العملية وألقى القبض على العدد منهم وأعد مصالح سرية الذي يعني ظهر بمظهر البطل وقال أنا اللي عملت العملية إلى آخر لكن هذه العملية دشنت عصرا جديدا مستمر حتى الآن الجماعة الإخوان المسلمين تلتزم أمام الرأي العام وأمام الرأي العام المصري الخارجي والمصري بأنها لا تنفذ أي من العمليات ولا تتبنى الإرهاب لكنها عمليا وكما سنرى في العمليات اللاحقة أنها تقوم بالإرهاب بالوكالة سواء بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر طب إيه كمان فترة السبعينات أفرزت إيه؟ أفرزت أنه لما أطلق السادات يد الجماعات الإسلام السياسي انتشرت في الجامعة واستطاعت في ظرف وجيز أن تسيطر على أغلب اتحادات للطلاب في الجامعات في جامعات مصر المختلفة توزع الطلاب الذين انتشروا وأصبح عددهم عددا كبيرا توزعوا على سلاسة محاور أساسية المحور الأول والأكبر هو كان محور الإخوان المسلمين فخرج أعداد كبيرة من طلاب الجامعات وانتموا إلى تنظيم الإخوان المسلمين وإلى حركة الإخوان المسلمين كان من أبرزهم يعني فيه قيادات عديدة لكن من أبرزها عبد المنعم أبو الفتوح وعصاب العريان وحلم الجزار طبعا هناك مئات وأسماء عديدة انتمت إلى الإخوان المسلمين في تلك الفترة وأصبحوا لاحقا خيادات سواء في مكتب الإرشاد أو في النقابات المصرية إلى آخر الجناح الآخر في الأسكندرية تحديدا تركز في الأسكندرية وعنشأ ما يسمى بالطيار السلفي في الأسكندرية وهو ما يزالوا يسيطرون حتى الآن على أغلب المنابر في الأسكندرية وظهر منهم حزب الوطن وحزب النور الذي يشارك حتى الآن في البرلمان المصري الاتجاه الثالث هو الأخطر هو الجماعة الإسلامية التي تمددت بشكل خاص في جامعات الصعيد وكان من أبرز هؤلاء يعني لحظوا أن شعار الجماعة الإسلامية هو نفسه شعار جماعة الإخوان المسلمين وهذه ليست مصادفة بالمناسبة لأن الطيارين من منبع واحد وأفكار واحدة سواء للبنة أو لسيد قد خرج أبرز رموز هذا الطيار في ذلك الوقت كان الدكتور ناجح إبراهيم وهو ما يزال موجودا حتى الآن ويمكن العودة إلى ما كتبه عن هذه المرحلة وهو حي يرزق الشيخ عمر عبد الرحمن كان مفتيا لهذه الجماعة والغريب أن الولايات المتحدة قبلت أن يقيم فيها ثم اعتقلته وحبسته وتوفى هناك وأقيمت له مراسم تشهية ضخمة في مصر والشخصية الأبرز وكان أميرا لهذه الجماعة هو كرم زهدي وكرم زهدي شخصية محورية وأساسية في الجماعة ثم الأخوين الزمر عبود الزمر وطارق الزمر العبود تحديدا الذي اتهم بالتخطيط لاغتيال الرئيس السادات ثم شخصيات عديدة خالد الإسلامبولي وآخرين شاركوا كقيادات في هذه الحركة التي انتهجت العنف والعمل المسلح بدأت باغتيال الرئيس محمد أنور السادات في أكتوبر سنة 81 طول فترة العمليات ولن نتحدث كثيرا عن هذه الفترة الدموية العصيبة التي شهدتها مصر والتي بدأت في 84 تقريبا 81 بعد اغتيال السادات تم اعتقال عدد منهم لكن سرعان ما انتشروا خاصة كما أشرت في جماعات الصعيد وأصبحت هذه الجماعة هي التي تقود وتنفذ أغلب العمليات العسكرية عشر أو أكتر من عشر سنوات كانت سنوات دم ونار وصراع مكشوف وواضح ما بين الجماعة الإسلامية وما بين الدولة المصرية في تلك الفترة لم تقوم جماعة الإخوان المسلمين أبدا بإدانة العمليات الإرهابية التي كانت تنفذها هذه الجماعة وبالعكس تدخلت لوساطة بعض الشخصيات المحسوبة على الإخوان المسلمين والبارزة تدخلت للوساطة ما بين الدولة وما بين الجماعة الإسلامية لن نتحدث كثيرا عن هذه الأعوام الثقيلة التي شهدتها مصر والتي شهدت عديد من الاغتيالات اغتالوا الدكتور المحجوب كان رئيسا لمجلس النواب في تلك الفترة وفرع آخر اسمه التكفير والهجرة قام باغتيال الشيخ الذهبي وفي تلك الفترة الإخوان كانوا مهتمين دولة مشغولة بمواجهة مع الطيارات هذه الطيارات طيارات الإسلام السياسي معروفة بالجماعة الإسلامية في حرب مكشوفة صراع مكشوف محمد بالدم لدرجة أنه في عدة سنوات مثلا أكثر من ثلاث سنوات كانت الجماعة الإسلامية تنفذ عملية إرهابية يوميا ليس هذا المهم لكن هذا مطروحا أمام حضراتك ويمكن العودة إلى كل وثاق هذه المرحلة كما قلنا من منتصف الثمانينات إلى تقريبا يعني عام 2000 يعني في التسعينات في آخر التسعينات بدأت هذه الجماعة يعني عملت شيء اسم المراجعات وهذه الجماعة بعد فترة كما قلنا يعني عنيفة للغاية ومعمدة بكثير من الدم والضحايا انتهت بمسائل عديدة منها أنه إعلان بوقف العنف والإرهاب من طرف واحد ثم أعلن قيادي اسمه مصطفى حمزة في شهر سبعة سنة تسعة وتسعين عن حل الجناح العسكري للجماعة الإسلامية وهو ما لم هنا لازم نحط لأن احنا كل ما نقوله له علاقة بالسؤال الذي يجب أن نناقشه بكل صراحة ووضوح الجماعة الإسلامية أعلنت أنها حلت تنظمها المسلح فيما أن الإخوان المسلمين حتى يومنا هذا لم يعلنوا على الإطلاق حل الجهاز العسكري المسلح وبالتالي هذا أحد الأسئلة المهمة التي سوف نطرحها بعد قليل المهم كما قلت أنه انتهت هذه المرحلة الخطيرة بإعلان الجماعة ما يسمى بالمراجعات وهذا أمر في غاية الأهمية والخطورة له علاقة بما نبحثه علاقة الدولة وعلاقة الشعب وعلاقة القوى السياسية بموضوع هل يعود الإخوان المسلمين مرة أخرى إلى حكم مصر أملاك طيب خلينا نشوف حصيلة هذه السنوات العشرية الدموية خلينا نشوف الحصيلة التي أفرزتها قبل أن نتحدث عن الأهم وهو مسألة المراجعات هذه الحصيلة بتقول أنه العنف الدموي قتل بسببه 306 مواطن مصري و97 سائح أجنبي و401 من ضباط وجنود الشرطة و471 من أعضاء الجماعة الإسلامية وكان هناك معتقلين وصل عددهم إلى حوالي 8000 واحد 7900 وكذا لسنوات طويلة مارست الدولة عمف الدولة ضد هذه الجماعة التي رفعت السلاح ضد الدولة وكانت تسعى من وجهة نظرة إلى إقامة دولة إسلامية بين قصير طيب كيف تمكنت الدولة لأننا أمام اختبار كبير نقترب منهم كيف تمكنت الدولة من أن تصل إلى هذه النتائج والنتائج التي أريد أن أركز عليها ليس عودة للحل الأمني الذي اعتمده عبد الناصر ضد هذه الجماعة في الخمسينات وثم في الستينات وليس حلاً أمنياً بالاتفاق أو التوافق مثل ما اعتمده السادات في السبعينات وليس حلاً بالتواطئ الذي اعتمده مبارك نتيغة الضغطات اللي عليه فسمح لهم بالدخول إلى البرلمان والتوسع إلى آخره والتسلل إلى أغلب الدولة مؤسسات الدولة الوزرات وغير الوزراء الدولة في تلك الفترة اعتمدت على أنها لا تفاوض قبل المراجعات لا حل أمني ولا مفاوضات إلا بعد مراجعات هذه المراجعات سوف نشير إليها بشيء من التفصيل لأنها هي صلب ما ندعو إليه وهو صلب ما نفكر فيه وصلب ما نبحث عنه كيف تمكنت الدولة من هذا؟ وهذا يلقي بالضوء على المستقبل القريب نمرة واحد أن الدولة رفضت الحل الأمني وتمسكت بأنه لا مفاوضات إلا بعد المراجعات وهذا أمر في غاية الأهمية نمرة اثنين أن الشعب المصري في أغلبياته العظمة كان ضد العنف والإرهاب في هذه المرحلة والتفى ودعم مجهود الدولة لوقف وهزيمة الإرهاب والعنف نمرة ثلاثة أن ظهر عدد من المفكرين المصريين الذين رفضوا الحلول الوسطى رفضوا الحلول الوسطى وقال أنه لأنه زي ما قلنا الإخوان حوله يتوسطه عشان نحلها أمنياً زي ما هم حلوها في السابق فأحد أبرز هؤلاء كان الأستاذ مكرم محمد أحمد الله يرحمه وهو صاحفي وكاتب بارس جداً وساهم بدور كبير فيما يسمى بالمراجعات في الحوار الذي أجرى مع قادة الجماعة الإسلامية قال أنه لا تجوز الوساطة لا وساطة فيما لا يجوز الوساطة فيه يعني لما يكون فيه عنف وإرهاب ما ينفعش تتوسط لازم الأول يضعوا السلاح ويقوموا بمراجعات نقدية لأفكارهم أولاً حتى نبدأ المفاوضات ويتم الإطلاق صراحهم وستماح لهم بالعودة إلى بيوتهم الشرط الرابع أنه توفر في تلك المرحلة عدد من ضباط أمن الدولة الخبراء في التعامل مع جماعات الإسلام السياسي مع العنف البسلح والإرهاب كان من أبرزهم المرحوم أحمد رأفط وهذا رجل مشهود له في تاريخ إدارة العلاخة مع الجماعات الإسلامية حتى أن أقطاب هذه الجماعات شاهدوا له دائماً وعندنا كمان اللواء فؤاد علام ربنا يدي له العمر ويطيل في عمره وهو موجود ما يزال موجوداً وهو أحد الخبراء القلائل في مصر الخبراء في مسألة التعامل مع الجماعات الإرهابية عملوا إيه الجماعة الإسلامية عبر هذه المواقف الأربعة اضطروا إلى إعادة التفكير في كل ما فعلوه وفي الأساس الأفكار التي تبنوها والتي قادتهم إلى رفع السلاح واستخدام العنف والإرهاب ضد الدولة المصرية ترجمة نانسي قنقر